قول على رجليك عم بتعاني من فطريات بالرجل أو بأضافر الرجل عم بتعاني من رائحة القدم كتير كريهة ما عم تلحق تلبس البوت قطوطين ثلاثة بتيجي بتفوت لعند الناس بقولولك الناس قوم تقصر رجليك عم بتعاني من فطريات وأجزمة ومشاكل بالقدمين جيتك بحل وهذا الحل صدقني أول واحد ع السوشيال ميديا رح يحكي لك يا وما عم بحكي لك يا إلا عن تجارب وما في حد حكيته لإله وسواها إلا ما إجوا وشكرني وطبعا ابتسم وقت ما شكرني لأنه فعلا الطريقة غريبة ما رح تخطر على بالكم بدي منكم لما تفوتوا على الحمام حيشة أقدركم تبولوا على أقدامكم البول ينزل على الأقدام ويدخل بين الأصابع وللأضافر حتى لو بإيدك تفوق بدي القدم كامل يجي عليها بول وتتركه دقيقتين ثلاث دقائق وبعد دقيقتين ثلاث دقائق تغسر رجليك بالماء وطبعا مش ها موضوع النجس فهو هذا نجس أصغر فبغسيل الماء تطهر قدمك لا مشكلة عليها لكن البول هو معقم كبير لأنه فيه كتير معادن وفيتامينات من جسمك سوف تكون من ضمن كمية البول اللي سوف تنزل وهي المعادن والفيتامينات اللي سوف تنزل على رجليك هي المطهرة وهي المعقمة المسامات سوف تتعالج الفطريات سوف تذهب الأكزمة سوف تذهب المشاكل اللي بالأضافر بالأقدام سوف تخف شوي شوي طريقة صدقوني ما حدا حكاكن ياها قبل مرة بتبول على رجليك كنت رجل أو امرأة البول البول فعلا مطهر وصدقوني حكيتها كتير ناس وجربوها فعلا أوقت ما حكيت لهم ياها اتضحكوا وقولوا لي يا ياسر معقولة وشو هالحكي تبعك لكن بعد ما جربوها اجوا لعندي قالوا لي انجد الله إزاك الخير ما توقعنا له الدرجة ان البول تاع الإنسان بقدر يساوي هيك شي فأي شخص بتعرفوه عنده رائحة قدمين عنده مشاكل بالأقدام شيروله الفيديو قلوله انه يجيناك بالطريقة يلي رح تريحك للنهاية يعني مو انه فترة وبترجع الريحة لا لا شكل نهائي المدة 15 يوم 20 يوم ويكفي حياكم الله انا ياسر عيسى اللي ما بعرفني يدخل على صفحته فيها كتير معلومات بتفيدكن من الصغير إلى الكبير بالبيت وما ننسى متل ما حكينا نشير هذا الفيديو لتعمل فائدة للناس واللي من تتابعني يتابعني ويشترك بالقناة ويشترك بالقناة ويشترك بالقناة